صباح الخير عليكم كلكم أهلا بكم على جسر عربي جسر عربي وبنبدأ معاكم أولى حلقات تعليم الرخصة الإيطالية من الكتاب وطبعا ده الكتاب اللي معانا وهو الكتاب اسمه منوالة بيلينجوة ديلا باتانتا آه إبي يريد طبعا كلنا يكون معانا الكتاب بحيث انهم تقدروا تتابعوا معانا الرخصة من الكتاب هو الكتاب مترجم للغة العربية ده طبعا ايه هيساعدنا كتير لو احنا منتابع مع بعض من الكتاب فأنا بحاول ان انا اساعدكم في قراءة الكتاب نبدأ مع بعض وبنبدأ مع بعض في الواحدة الأولى أو الباب الأول كابيتولونو زي ما نسميه وأول حاجة عندنا هنا سترادا آباكولي سترادا آباكولي الطريق والمركبات طبعا لازم نعرف بكلمة سترادا اللي هي الطريق وباكولي المركبات تمام؟ في مصطلحات المفروض ان احنا نسجلها مع بعض وعلى اي حال هنعمل قائمة بالمصطلحات وهنا عندنا موجود ديفنيتزيوني كلاسيفيكاتزيوني داي باكولي ديفنيتزيوني اللي هي التعريف وكلاسيفيكاتزيوني وتصنيف داي باكولي المركبات تعريف وتصنيف المركبات ديفنيتزيوني داي باكولي ديفنيتزيوني داي باكولي تعريف المركبات وهنا بأكلي بأكلي المركبات ما هي المركبات هنا عندنا بيقول ماكينة كي تشير كلانو سولا سترادا كون السنسا مطوري هي الألات العربات كي تشير كلانو التي تسير سولا سترادا على الطريق كون السنسا مطوري بمحرك أو بدون محرك بمطور أو بدون مطور وهنا عندنا بأكلي صونو بأكلي المركبات هي بأكلي أبراتشا بأكلي أبراتشا بأكلي أبراتشا طبعا اللي هي الإيدين أو اللي هي الزراعين بأكلي أبراتشا اللي هي بنستخدم فيها الزراعين بأكلي سبينتي كون بأكلي أبراتشا اللي هي المركبات التي تدفع بواسطة الزراعين وهنا بعد كده عندنا ذاكولي أتراتيوني أنيمالي يبقى هنا ذاكولي أتراتيوني أنيمالي اللي هي المركبات التي تقر بواسطة الحيوانات ترايناتي دا أنيمالي وهي التي تقر بواسطة الحيوانات وهنا تيكلوموتوري تيكلوموتوري وإكوارد تيكلي للجاري طبعا دا هنعرفه في التعريفات فيما بعد تيكرو مطوري وهي الدراجات البخارية منخفضة الساعة الحرارية ومنها كوادري تيكلي لتجيري وهي بتكون فيها أربع إطارات وبتكون منخفضة الساعة الحرارية وهنا موتوفاكولي وهي نوعية أخرى من الدراجات البخارية ويطلق عليها الدراجات النارية مرتفعة الساعة الحرارية طبعا كل ده هنغضو بالتعريف والتفصيل وهنا اوضوفاكولي اوضوفاكولي وهي فئة السيارات وفيلفاكولي فيلفاكولي هي المركبات المرتبطة بأسلاك وريموركي هي فئة المقترات ومعكينة اجريكولي معكينة اجريكولي هي المركبات الزراعية او العربات الزراعية. اذن هنا طبعا احنا نتعرفنا على باكولي باكولي هي المركبات وقلنا ان هي هي العربات التي تسير في الطريق بمطور او بدون مطور تمام وعرفنا منها ان في باكولي اب راتشا وهي التي تستخدم الزراعين او بتطفع بالوسطة والسطة الزراعين وهنا في عندنا ايضا ذاكولي اعتراتيون يعني معنى وهي تستخدم جر الحاوانات وعندنا تشكلو مطوري اللي هي قلنا الدراجات البخارية منخفضة الساعة الحرارية وعندنا موضو فياكولي الدراجات النارية مرتفعة الساعة الحرارية وعندنا فيلو فياكولي المركبات مرتبطة بسلاك وعندنا الفاكولي السيارات وليموركي المقطورات وماكينه اجريكولي العربات الزراعيين تمام نتعرف على حاجة حاجة فيهم اول حاجة عندنا فاكولي اب راتشا كلمة براكو يعني زراعين اوكي براتشو وبراتشو اللي تنين مع بعض اسمهم بركو وهنا عندنا فاكولي اب راتشا يعني عربات التعتمد على الزراعين معنى ذلك انه هو بيتحكم فيها الانسان ما فياش مطور. سنسا مطوري. واينا فياكولي عبرتشة. فياكولي سبنتي كون لبرتشة. يعني فياكولي سبنتي بتطفى كون لبرتشة بالدراين. واينا صنو سنسا مطوري بدون مطور. بعد كده عندنا فياكولي اترازيوني المركبات التي تقر بوسطة الحيوانات فياكولي طراينات دا مطوري Would you mean? ماهي المركبات التي تقر بوسطة الحيوانات. طبعا مسنسا مطوري. يبقى هنا الصون مسنسا مطوري بدون مطور. تعرفنا علىال 2 الاولين كويس جداً. ما دي كده عندنا حاجة اسمها اللي هي فاءة الدراجات الهوائية وهنا عندنا فيه طبعا عندنا منها اللي هي بتكون الدراجات الهوائية سونو سنسا مطورة وهي بتكون طبعا بدون مطور في منها لها الزاتة اطارين وهي طبعا بالشكلاتة العادية اللي هي الدراجة الهوائية وفي عندنا حاجة اسمها تاندم تاندم بيكون لها مقعدين يعني ممكن اتنين يستخدموها وفي عندنا حاجة زاتة الاربع اطارات وهي كوادريتيكلو ابيضالة كوادريتيكلو ابيضالة يعني اللي هو بيتبدل فيه كوادريتيكلو ابيضالة وطبعا كل دون من فئة اسمها فيلو تشيبيدي فيلو تشيبيدي وانا اللي هي فئة الدراجات الهوائية تمام اوكي في بعض كده عندنا حاجة نخلي بالنا ان فيها عندنا دراجة يعني بتكون هوائية بتكون اسمها بيتشيكلتا كون بيضالاتا السيستيتا يعني هي عبارة عن بيتشيكلتا بتكون فيها مطور ولكن احنا ما بنعتبروش مطور لان هو لها بوتانسا او قوة عزم هي بتقدر ب يعني فاصل 25 من 100 كيلوات فبالتالي هو ليس مطور هو مجرد بيساعد في التبديل لذلك هي اسمها بيتشيكلتا كون بيضالاتا السيستيتا يعني مجرد التبديل بيكون في مساعدة وليس اكثر وهي طبعا نوني تشيكلومطوري يعني نفتكر ان هي ليست تشيكلومطوري او ليست دراجة بخارية هي مجرد يعني دراجة هوائية ليس اكثر ولا اقل والمطور اللي فيها ده لايه يعتبر اصلا مطور اوكي يعني لايه يحصل بانه مطور لان هي ما تمشيش لوحدها لازم انا ابدل عشان خاطر تمشي هنا معانا حاجة اسمها تشيكلومطوري تشيكلومطوري هي بتكون عبارة عن دراجات بخارية منخفضة الساعة الحرارية وهي بيكون لها ساعة حرارية بتكون يعني لا تتخطى 50 سنتيمتر مكعب وبيكون لها سرعة لا تتخطى 45 كم في ساعة حاجة صغيرة يعني ممكن يكون فيها تشيلندرادا او الساعة الحرارية بيتصل الى 50 سنتيمتر مكعب اللي هي الساعة الحرارية او ساعة المحرك وهنا ابدلو تشيطا في نوء 45 كم وبيكون لديها سرعة لا تتخطى 45 كم في الساعة نالكازو دي كوادري تشيكلي في حالة ان يكون فيه كوادري تشيكلي لجاري في منها ربعية الاطارات اسمها كوادري تشيكلي لجاري يعني كوادري تشيكلي الخفيفة لان فيه بعد كده ناخد واحدة تانية ليست خفيفة ديبونو اعباري انك هما يجب ان يكون لديهم ايضا مصة دي اردن دي مارشة وهنا طبعا ممكن اللي هي الربعية الاطارات واللي بتتبع طائفة تشيكلي مطوري هي المفروض ان هيكون لها لديها كتلة مصة يعني كتلة ولما بتكون كتلة فارغة وهي فارغة بتساوي 400 طبعا ممكن يكون اقل من اقل من او تساوي 425 كيلو جرام تمام وزي ما احنا شايفين في الاشكال في عندنا هنا تشيكلي مطوري ادور وات هنا شايفين ان هو بيكون لديه اطارين فقط لغير وهنا طبعا مكتوب فوق ان هو في عندنا الدايرة دي اللي هي حدود السرعة والحد الاقصى للسرعة 45 كيلو متر في الساعة وعندنا تحتها مكتوب 50 سنتيمتر مكعب وهنا ده ساعة المحرك او ساعة المطور لا تزيد عن 50 سنتيمتر مكعب وزي ما احنا شايفين الشكل التاني في حاجة اسمها تشيكلي مطوري يعني نفس الاسم ولكن لديه ثلاثة اطارات ولديه نفس المواصفات السرعة لا تزيد عن 45 كيلو متر في الساعة والساعة الحرارية او ساعة المحرك لا تزيد عن 50 سنتيمتر مكعب وهنا يعني في حاجة اسمها يعني ربعية الإطارات وربعية الإطارات لديها نفس المواصفات لأن هنا دي خفيفة ربعية الإطارات الخفيفة هي بتتبع طائفة تشيكلو مطوري لأن هي لديها نفس المواصفات 45 كم في ساعة أقصى السرعة و50 سنتيمتر مكعب أقصى ساعة حرارية تمام طيب اللي مكتوب عليهم هنا طبعا هو الكتاب بيكتب بالتفصيل شوية يعني سرد ممل ولكن هو مطلوب يعني بحيث أن احنا نفهم بالتفصيل هنا في مكتوب إذاكو لأدورواتا يعني المركبات ذات الإطارين تمام كل مطار تارميكو والتي لديها مطور حراري في نواتين كوانتا تشينتيمتري كوبي وبيكون ساعة الحرارية بتصل إلى 50 سنتيمتر مكعب هنا طبعا ديت تشيلندراتا ولديها سرعة قصوى ديت كورانتا تشينكو كيلو متري وراري بتصل إلى 45 كم في الساعة أقصى السرعة طبعا قبل ما نكمل أكيد احنا عرفنا أن هما هيكونوا صونو أيوة تشيكلو مطوري يعني هما بيكونوا تشيكلو مطوري طبعا الساعة الحرارية ليهم 50 سنتيمتر مكعب والسرعة لا تزيد عن 45 كم في الساعة إذن هما تشيكلو مطوري دراجات بخارية منخفضة الساعة الحرارية إيتي كو مطوري الدراجات البخارية منخفضة الساعة الحرارية ujeي يمكن أن يكون لديهم 2 أو 3روات يمكن أن يكون لديها إطارين أو 3 إطارات إيتي كو مطوري الدراجات البخارية منخفضة الساعة الحرارية ذات الاطارين بيهنا ننبصنو عباري مطور تارميكو دي تيلندراتا سوبريور اى 50 تنتيمتري كوبي يعني لا يمكن ان يكون لديهم مطور حراري يتخطى الخمسين سنتيمتر مكعب ايتيكلمطوري الدراجات البخارية منخفضة الساعة الحرارية سنسجاتي هم يعني اشياء ريفيزيونة او بيتم وضعهم تحت الفحص ريفيزيونة يعني فحص يعني بيتم وضعهم تحت الفحص بعد اول يعني بعد اول يعني طرقة او اول نمر حضرتك هتاخدهم هيتم بعد ذلك الفحص بعد اربع سنوات اوكي بعد اربع سنوات من اول اه ترجع او من اول اه لوحات للنمر يعني اه وهنا او اول تسجيل سوتيسيما مانتا وبعد ذلك اوني دواني بعد ذلك سوف يكون الفحص كل عامين ايكوادري تشيكلي لتجاري طبعا احنا قلنا ان في حاجة اسمها ايكوادري تشيكلي لتجاري ربعيات الاطارات وهي بتتبع طائفة تشيكلي مطوري هي بتكون اه هنا اليمنتاتي بنزينة والتي تتغزى على البنزين يعني ان هي الوقود اه الخاص بها والبنزين اه انو تشيكلي مطوري لديهم ساعة حرارية للمطور انفريوري اقل من اوباري اه ايوة 50 سنتيمتر كوبي 50 سنتيمتر مكعب ايكوادري تشيكلي لتجاري الربعيات الاطارات الخفيفة اي في ندلة تشيركولاتيون اه اه صونو السيميلياتي اي تشيكلي مطوري طبعا احنا هنا اه بالنسبة القانون السير ان الربعيات الاطارات المنخفضة اللي هي اسمها كوبي تشيكلي لتجاري هم بيكونوا السيميلياتي بيشبهوا تقريبا تماما يعني شبه اللي هم تشيكلي مطوري فبنعتبرهم تشيكلي مطوري لان لديهم نفس المواصفات وان مواصفاتهم ان هو بيكون اه ان الساعة الحرارية لا تتخطى ال 50 سنتيمتر مكعب والسرعة لا تتخطى ال 45 كيلو متر في الساعة ومنزود عليهم كمان ان الكتلة لديهم اه وهي فريغة يعني كتلة الربعيات الاطارات الخفيفة وهي فريغة بتكون اه ربعمية خمسة وعشرين اه كيلو جرام وبنزود عليهم كمان ان لو ليهم قوة عزم المطور في حالة المطور بيكون كهربائي فقوة عزم المطور فهنا اه لا تزيد عن اربعة كيلو وات وفبعض الاحيان فبعض المركات بتكون اه ستة كيلو وات وهنا وهنا في عندنا تاني اه طائفة معنا ذات المطور هي اسمها موتو فياكولي موتو فياكولي موتو فياكولي هي المركبات النارية درجات النارية عالية الساعة الحرارية هي اسمها موتو فياكولي المركبات النارية عالية الساعة الحرارية وهنا هي عبارة عن مركبات لديها اطارين او ثلاثة اطارات او اربعة اطارات ولديها ساعة حرارية هنا بقى تزيد التانية كانت اقل هنا اعلى يعني بتزيد عن خمسين سنتيمتر مكعب ولديها سرعة سوبر بتزيد هنا عن ايبا كورانتا تشينكو كيلومتري اوراري يبقى هنا كان في عندنا قبل كده تشيكرو مطوري كانت الساعة الحرارية ديهم اقل من خمسين سنتيمتر مكعب والسرعة اقل من خمسة اربعين كيلومتر في الساعة عندنا موتو ذاكولي هنا هاتع للسرعة الساعة الحرارية عن خمسين سنتيمتر مكعب وهتعلى السرعة عن خمسة واربعين كيلومتر في الساعة وهنا لديها اطارين او ثلاثة اطارات او حتى في اربعة اطارات وهنا عندنا ذات الاطارين اللي احنا بنقول عليها موتو سيكلي وهي اسمها موتو تشيكلي موتو تشيكلي اللي هي موتو سيكلي او دراجة نارية مرتفعة الساعة اطارين او ثلاثة او اربعة اطارات ولكن موتو تشيكلي هي الموتو سيكلي بس ذو الاطارين اوكي وهنا موتو تشيكلي انكي كواللي كون كامبيو او اوتوماتيكو حتى اذا كان النظام التغيير لنظام اوتوماتيكي دي اول حاجة نخلي بالنا ان في عندنا ساعات موتو تشيكلي بيكون معاها حاجة اسمعها كاروت ستة او سايد كار عن يعني مقعد كده جانبي ممكن حاجة يقعد في جنب السواء يعني لهاية بتكون عربة صغيرة كده مرتبطة بال بالموتو سيكلي او بالموتو تشيكلي وهي طبعا هنا في الحالة دي احنا مش بنعتبرها اطار تالت مع ان او فيها طبعا اطار تالت يعني فيها عجلة تالتة ولكن احنا ما بنعتبرها شوى يعني ولك انها موجودة احنا بنعتبرها هنا ان هي موتو تشيكلي ليه لان الاطار التالت ده غير متماثل مع باقي الاطارات يعني ايه متماثل يعني المسافة ما بين الاطار الامامي وكل اطار من الاطارات الخلفية لازم يكون واحد لازم يعملوا مسلس كده مسلس اوكي رأسه الاسفل طبعا ويعملوا مسلس يعني تكون اضلاعه متساوية ولكن في حالة اللي هو هنا في الحالة ما بيكونش الشكل مسلس فاحنا بنعتبره عادي جدا اوكي وهو باسمه او بيكون اسمه كارت ستة اوكي فهي طبعا عندنا هي ليست ثلاثية الاطارات يعني ثلاثي الاطارات ولنقل الاشياء وهنا زي ما احنا قلنا ان الاطارات يجب ان تكون متمثلة يعني يكون شكل مثلس رأسه لأسفل الاطلاع بتكون متساوية اضلاع المثلس وبيطلق عليها اسم موتو كاري موتو كاري ويمكن ايضا ان يطلق عليها يعني اسم تريتشيكلي اموتور ماشي لذات المطور وهنا الاطلاع زي ما قلنا بتكون متمثلة اوكي زي ما احنا شايفين ان هما كلهم بيتبعوا طائفة يعني لهاية بتكون السرعة اكتر من خمسة واربعين كيلو متر في الساعة والساعة الحرارية اكتر من خمسين سنتيمتر مكعب وبعد كده شايفين تحت ان في معانا اربع اطارات اربع اطارات ممكن تكون مكشوفة زي ما احنا شايفين كده وهنا دي اسمها ولكن هنا يعني ليست خفيفة نخلي بالنا ان هناك كان في عندنا كوادري تشيكلي التجاري اللي هي بتتبع تشيكلي مطوري تمام ناما هنا النون التجاري يعني النون التجاري يعني سرعتهم اكتر من خمسة واربعين كيلو متر في الساعة وساعتهم الحرارية اكتر من خمسين سنتيمتر مكعب وهنا كوادري تشيكلي النون التجاري كون كاروت سرية أبارتا يعني هنا بيكون كاروت سرية يعني المركبة نفسها او الهيكل بيكون مكشوف أبارتا ماشي وتسمى كواد وهنا تشيب والا الكاسكو طبعا هنا بيستلزم لها الكاسكو اللي هو الخوزة لانها مفتوحة أبارتا تمام وهنا عندنا بيكون سرعتها الحرارية اكتر من خمسين سنتيمتر مكعب او ساعتها الحرارية اكتر من خمسين سنتيمتر مكعب وسرعتها اكتر من خمسة واربعين كيلو متر في الساعة وزي ما احنا شايفين الحد الاقصى للسرعة لها بيكون تمانين كيلو متر في الساعة وهنا ان بتصل قوة العزم المطور لها لخمستاشر كيلوات ماشي خلي بالنا ان هي لما كانت تشيك اللي هي كانت ساعتها بتصل لاربع كيلوات وبعد الانواع لستة لما هنا خمستاشر كيلوات وفي بعد كده عندنا كوادري تشيك نون لتجاري كومبوتنسا ماسي مافينو اكوين دي كيلو وات وهنا طبعا زي ما احنا شايفين هنا متغطية يعني هنا مقفولة وهنا نفس الموضوع انها ساعتها الحرارية بتصل بتصل الى خمستاشر كيلوات هنا طبعا تفصيلات مملة في الكتاب معلش هي مملة بس طبعا احنا ايه بنتعلم منها بتفصيل اكثر هنا عندنا مطار ليست كل الاطارات او كل المركبات ذات المطور ادو وات ذات الاطارين يصنفون على انهم مطاري او على انهم درجات بخارية منخفضة الساعة الحرارية لأ طبعا ده ما ينفعش زي ما احنا شفنا فيه عندنا موتو تشيكلي محيلي لها اطارين اوكي وممكن يكون طبعا تشيكلي مطاري لبردو اطارين فهي احنا ما نقدرش نصل في تصنيف مطلق على اي مركبة لها اطارين ان هي تكون تبعة ل تشيكلي مطاري لأ طبعا الكلام ده غير صحيح وهنا اه اتري تشيكلي امطاري يعني ثلاثيات الاطارات ذات المطار لما نسمع كلمة امطاري يبقى على طول هي بتتبع طائفة موتو باكولي تنم امطاري صونو باكولي هم مركبات امطاري ذات امطار هنا بقى يعني لديها ثلاثة ادارات يعني متمثلة يعني على شكل مثلث مثلث متوازي الاضلاع رأس لأسفل اوكي يعني الدلع ده بيسوي الدلع ده المسافة بين الاطار الامامي والاطار الخلفي اليمين نفس المسافة من الاطار الامامي للاطار الخلفي يسار اوكي مثلث يبقى هنا دي في الحالة دي بتتسمى هنا يعني ثلاثة اطارات متماثلة وهنا مطور يعني ثلاثيات الاطارات اللي هي ذات المطور طبعا هنا مرتفعة السهر الحرارية صونو باكولي هي مركبات كل مطور ذات مطور دي تلندرات ولديها الساعة حرارية سوبر يوري بتتخطى بتزيد عن 50 سنتيمتري كوب يعني بتزيد عن خمسين سنتيمتر مكعب اتري تري تشكل امطور اللي هي طبعا ثلاثيات الاطارات ذات المطور اللي هي مرتفعة السهر الحرارية صونو باكولي هي مركبات امطور ذات امطور بتحتوي على اونا بلوشتا سرعة ماسيما قصوى اه بير كوستروسيون سوبريوري اه 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 يعني هي بتتجاوز سرعاتها القصوى عند الصنع طبعا اكتر من خمسة واربعين كيلو متر في الساعة وده اللي هو بيفرقها عن سرسيات الاطارات الاخرى اللي هي موجودة في تشكل مطور طبعا وهنا عندنا ربعيات الاطارات هي عبارة عن يعني مركبات ذات المطور لديها اربعة اطارات قواتر الواط قوة العزم قوة العزم لربعيات الاطارات الغير خفيفة السامبرة دائما بتكون انفريوري او اقوال يعني بتكون اقل من او او بتساوي اقل من او بتساوي خمستاشر كيلو متر كيلو وات او هنا اموتو تشيكلي الموتوسيكلات اللي هي اطارات بس نخلي بان موتو تشيكلي غير موتو وات يبقى هنا هي بتكون مركبات ذات اطارات اموتو تشيكلي يعني اللي هي الموتوسيكلات لديهم ساعة حرارية سوبر يوري بتتخط 50 سنتيمتري كوبي بتتخط 50 سنتيمتري مكعب اتشيكلي اللي هي وفي منهم دونل الجاري تبع موتو تمام اوكي بعد كده في عندنا كده احنا خلصنا التصنيفات تشيكلي الموتو تشيكلي او متو 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 تمام في عندنا بقا حاجة اسمها اوتو يو هي هي فئة السيارات. فئة السيارات بجميع انواحة. اه شي اسمها اه اوتو فياكولي. اوتو فياكولي هي عبارة عن ذاكولي امطورة. يعني هي عبارة عن اه مركبات ذات مطور. وهنا كون كواترو اه اه اوبيو رواتة. باربعة او اكثر اطارات. يعني اربعة اطارات او اكثر. يعني هنا اوتو فياكولي بتبدأ من اربعة اطارات. اقلل ان اربعة اطارات لا. وهنا اسكلوزي فيما عدا. كوادري تشيكلي. كوادري تشيكلي لا تتبع فئة السيارات. كوادري تشيكلي احنا قلنا بتتبع تشيكلي مطوري او بتتبع موتو فياكولي. يعني لا تتبع اوتو فياكولي او لا تتبع فئة السيارات. وفي عندنا اوتو فيتورة. هنا عندنا اوتو فيتورة اللي هي السيارات الشخصية. دي تتبع طبعا اوتو فياكولي. وعندنا اوتو الحافلات او الاوتوبسات بتتبع طائفة وعندنا اوتو كاري اوتو كاري اللي هي بتكون شاحنات والشاحنات بتتبع نفس الموضوع طائفة وهنا تراتوري سترادالي تراتوري سترادالي اللي هي اه اه مركبات او عربات الجر يعني هي بتكون الراس اللي قدام كده بتكون عبارة عن راس كبيرة بتجر مقطورة يسمى تراتوري سترادالي وهنا طبعا تراتوري سترادالي الجمع وهنا اوتوفاكولي المركبات او السيارات بير تراسبورتي سبيتشيفيتي للنقل الخاص واوتوفاكولي بير ووزو سبيتشالي يعني اوتوفاكولي السيارات للاستخدامات الخاصة وعندنا اوتوتريني اوتوتريني من كلمة تريني يعني تجبه القطار يعني متعددة المقطورات وعندنا اوتو ارتيكولاتي اوتورت ارتيكولاتي اللي هي العربات الملتحمة او المفصلية يعني بيكون فيها تراتوري سرادالي اللي هي الراس اللي قدام دي وبتكون جره وراها سيميري موركيو او بتكون جره وراها نصف مقطورة وفي عندنا هنا كمان اوتوزنوداتي اوتوزنوداتي هي عبارة عن الاتوبيس الكبير اللي بيكون احنا طبعا بنشوفه في النص بيكون شبه الاكورديون كده وبيكون عبارة عن اوتوبسين ملحمين في بعض اوكي ولكن احنا ما بنعتبروش مقطورة لان هو كله بيكون داخل جوا بعض اوكي فده اسمه اوتوزنوداتي وطبعا الجامعة اوتوزنوداتي اللي هي الحفلات الزوجية او الاتوبيسات الكبيرة وهنا اوتوكارفان اوتوكارفان هي عبارة عن مركبة بتصلح ان تكون اللوجو يعني ممكن هي تنقل نهز وممكن تكون اللوجو تكون مسكن وهنا في عندنا حاجة تانية اسمه مادزي دابرة مادزي دابرة اللي هي بتستخدم للبناء يعني هي عربات او مركبات بتستخدم لأعمال البناء وهنا عندنا طبعا ايه القراءات المملة اللي احنا متواجين عليها هنا لعوتوكارفاني السيارات او فئة السيارات سونوكارفاني هي عبارة عن مركبات مطور زادة مطور كون المانو كواترورواتي ولديها على الاقل اربعة اطارات اسكلوزي ونستسنى من ذلك الكوادريتشيكلي ربعيات الاطارات لعوتوكارفاني السيارات او يعني عائلة السيارات اي اون باكولو اه هنا بتكون عبارة عن اه مركبة امطوري يعني فاتة مطور كون المانو دي كواترورواتي لا تقل عن اربعة اطارات وهنا اتشاتو في معادة ايه في معادة ربعيات الاطارات لان احنا اخدناها قبل كده بتتبع الشيكلي مطوري وهنا عندنا الاوتوبوس الاوتوبيس او الحافلة ذيني كلاسيفيكاتو اوتوباكولو بيصنف على انه تابع لفئة السيارات الكبيرة اللي هي اوتوباكولو وهنا اه لو توكارو اللي هي اه الشاحنة اه اون اوتوباكولو حتى الشاحنة هي عبارة عن اوتوباكولو او ان هي بتنتمي لعائلة السيارات الكبيرة يعني السيارات بشكل عام يعني وهنا عندنا اه اول حاجة هناخدها من اللية حاجة سماها السيارات الشخصية سيارات اللي احنا بنركبها دي السيارات الشخصية سياة الشخصية دي طبعا دي حاجة كده استخدام شخصي فدي طبعا بتكون اه الحمولة اللي فيها او الناس اللي فيها اه يعني ده على الاكتر مش كلها طبعا ما تزيدش عن تسعة اشخاص بما فيهم السائق. ازا زادت عن كده خلاص ده كده بقى اوتوبيس ما بقىش حاجة شخصية خالص. اوكي. فهنا عندنا اوتو فتورة اللي هي السيارات الشخصية يعني هي عبارة عن مركبات بالتنقل لحد تسعة اشخاص. كومبريزو كي جويدا بما فيهم السائق من يقود السيارة. وهنا طبعا هشايفين الاشكال. عندنا اوتو فتورة اللي هي الحلوة للحمراء دي جميلة. اوكي. وعندنا اوتو فتورة اللي هي هنا زادة التسعة مقاعد. دي اقصى حاجة ممكن تكون موجودة. تمانية والسائق يعني تسعة بالسائق. وهنا عندنا اوتو فتورة الاتريكا. ممكن طبعا تكون ايه كهربائي. وهنا الاوتو فتورة السيارة الشخصية اون اوتوفاكولو اه اموتوري. هي على يعبار عن اوتو與 Stuart have vi Augen يعبار عن اوتوفاكولو. اكثر تسعة اشخاص يعني متضمنين السائق يعني السيارة الشخصية يعني هي بتكون جزء من جزء من فئة السيارات السيارات الكبيرة السيارات العامة اللي هي السيارة الشخصية كون بيو نون بو افري لا تستطيع ان يكون لديها بيو دي نوف دي نوف بوستي لا تستطيع ان يكون لديها اكثر من تسعة مقاعد كون برزو الكندوشينت بما فيهم السائق هنا الوتوبوس نوني اون اوتوبتورة نخدنا الوتوبوس هو اوتو فياكولو هو بيت باع طائفة السيارات الكبيرة ولكنه ليس اوتوبتورة اوتوبتورة ديش سيارات الشخصية اوكي الصغرنانة دي اللي هي اكثر حاجة بيها تسعة اشخاص تمام يبقى هنا اوتوبوس طبعا نوني اوتوبتورة نوني اوتوبتورة وهنا لأوتوبتورة السيارات الشخصية بوسو نعذير مطور مطور الاتريكو السيارات الشخصية يمكن ان يكون لديهم مطور يعني كهربائي وهنا لأوتوبتورة لأوتوبتورة السيارات الشخصية سونو سجد ريفيزيون باريوديكا يعني هم بيكونوا تحت وضع الفحص الدوري وهنا فيه عندنا حاجة اسمها اوتوبوس اوتوبوس هي الحفلات او الاتوبسات الكبيرة بقى اكتر من تسع اشخاص احنا حد تسع اشخاص بنلعب في اوتوبتورة حاجة شخصية اكتر من تسع اشخاص خلاص احنا بينا حاجة كبيرة ماشي كده خلاص بقى يعني اصبحت حاجة تانية حتى اللي بتحتاج رخصة قيادة مختلفة اللي هي بطينة دي هنا بقى في الحالة دي مش هتبقى بطينة بي اللي احنا بنستخدمها في الحاجات الشخصية وهنا هي مركبات بتنقل اكثر من تسعة اشخاص وعندنا هنا زي ما احنا شايفين اول اوتوبيس اللي هو اوتوبوس وهنا بيكون في السرعة عندنا هنا شايفين حدود السرعة وتمانين ومية دي حدود اللي هي بتكون على الطريق السريع الطريق اللي هو الرئيسي خارج الموضن وعلى الطريق السريع الثمانين والمية بعدين هنتعرف عليهم بشكل اكتر وهنا طبعا مكتوب هنا وهنا ده نوع من انواعه وفي عندنا اوتوبوس في نوع ساديش بوستي الحد ستاشر مقعد ده بيسمى طبعا ميني بوس بعد كده نعرف الكلام ده يعني بيتم قيضته بواسطة اللي هي الرخصة دي وعندنا سكولابوس اللي هو الأوتوبوس المدرسي تمام هذي كده هنتعرف على كل الكلام ده عندنا حاجة تانية اسمها اوتو كاري اوتو كاري هي بتكون الشاحنات شاحنات عربية النقر شاحنات وهنا هي بتكون باكولي مركبات بتنقل بضائع هنا بقى مش اشخاص غير الأوتوبوس بينقل برسونة لما هنا بتنقل بضائع ماتش وحنا عندنا اوتو كاري فينو 3,5 تنلات احنا بنسمهم لنوعين أقل من 3,5 تن لحنا شايفينو ده ماشي هنا فينو 3,5 تنلات وعندنا اكتر من 3,5 تن اللي هو بيكون اوتو كاري اولتر ل 3,5 تنلات يعني اللي هو بيكون اكتر من 3,5 تن 3,5 ترتوري سترادالي هي عبارة عن رؤوس كبيرة كده بيكون فيها المطور نفسه وبتقر يعني اللي هي انصاف المقطورات يبقى هنا 3,5 ترتوري سترادالي هو الرأس الكبيرة اللي بتقر نصف مقطورة يبقى هنا 3,5 ترتوري سترادالي اللي هي العربات الجر اللي هي رؤوس الجر هنا ذاكولي كتراي نانو 1 سامري موركيو يعني التي تقر هي مركبات وكتراي نانو يعني التي تقر 1 سامري موركيو يعني بتقر نصف مقطورة وهنا في عندنا آوتو فياكولي بير تراس بورتي سبتشي في تشي يعني هي عبارة عن مركبات ولديها هنا بقى بتنقل اشياء خاصة تراس بورتي سبتشي في تشي ده اشياء يعني مخصصة معينة هنا آوتو فياكولي بير تراس بورتي يعني هنا عربات نقل متخصصة بتكون متخصصة في أشياء معينة يعني بيكون لديهم تجهزات خاصة لنقل الأشخاص أو لنقل الأشياء زي ما احنا شايفين كده هم بيكونوا مختلفين أو مجهزين وهنا عندنا يعني هنا بتكون مركبات مخصصة للاستخدامات الخاصة تمام وهنا يعني بيكون لديهم تجهزات خاصة لتقوم بأعمال متخصصة أو خاصة يعني بتقوم بأعمال خاصة وهنا عندنا زي ما احنا قلنا هنا بتكون شبه القطار يعني بتكون متعددة المقطورات وهنا هي عبارة عن شاحنة وبيكون معاها اللي هي أو المقطورة يعني شاحنة ومعها مقطورة جرى مقطورة أخرى وهنا آآة تاني وممكن طبعا اللي هي عندنا أوتوترينو اللي احنا شايفينها في الأول الشكل اللي هو أول شكل وفي بعد كده عندنا أوتوترينو ممكن تكون سيارة شخصية بس بتجر هي كارفان هنا بتجر كارفان كارفان تعبارة عن مقطورة بنستخدمها للسكن فهنا أصبحت هنا يعني ايه فيها مقطورة تانية. وفي بعد كده عندنا اوتو ارتيكولاتي. اوتو ارتيكولاتي اللي هي العربات الملتحمة زي ما قلنا بكون فيها الي هو الرس اللي في الاول دي ومعي هة نسب المقطورة بتقرها. يبقى هنا تراتوري استرادالي زي ما احنا قلونا. وهنا اوتوزنوداتي اوتوزنودات Road احنا عرفنا ان هي الكبيرة خالص الملتحمة من المنتصف. هيكون أوتوبسين في بعض. وهنا أوتوبوس يعني هو عبارة عن أوتوبيس مصنوع من جزئين يعني متحدين فيما بينهم. وهنا لا يصنف على أنه مقتورة. تمام وفي عندنا أوتو كارفان أوتو كارفان خليبنا فيها في الأول كلمة أوتو إذن هي مركبة أوكي يعني هي سيارة يعني أوتو كارفان أوتو كارفان هي بنسميها ممكن كامبر وهي زي ما احنا شايفين هي بتكون عبارة عن مركبة بتستخدم لنقل الأشخاص وفي نفس الوقت بتستخدم كسكن للأشخاص لما بتتوقف وهنا لأوتو كارفان آآ كامبر آآ اللي هم دول اللي هي عربات السكن دي آآ سونو باكولي هي عبارة عن مركبات آفينتي آآ يعني مزودين أو لديهم آآ آآ كاروت سرية يعني لديهم هيكل خاص بر أستر أدي بيتي التراسپورتو يعني اللي يكونوا بتسمح ليهم بأن هما يكونوا ينقلوا يعني بالنقل آآ آآ اللالوجو دي برسونة لنقل وإقامة الأشخاص نهما يسكونوا فيها. آآ لأوتو كارفان كامبر صونو باكولي هي عبارة عن المركبات آفينتي. اونا سبيتشالي كاروت سرية يعني لديهم هيكل خاص بر أستر أدي بيتي التراسپورتو اد على اللوجو آآ آآ الماسمو آآ دي نومرو دي برسونة آآ انديكاتو آآ نالا كارتا دي تشيركولاتسيونة يعني الكلام ده بيبقى مكتوب عندهم في رخصة الرخصة السيارة نفسها رخصة المركبة نفسها بيكون مكتوب فيها كام شخص ممكن ان هما يكونوا موجودين في المركبة دي اللي هما يتم منقلهم ان هما يقدروا يستخدموها كسكن. اوكي العدد ده مكتوب في حاجة اسمها كارتا دي تشيركولاتسيونة كارتا دي تشيركولاتسيونة اللي هي رخصة السيارة نفسها. اوكي رخصة السيارة او بطاقة السيارة. وهنا لأوتو كارفان او كامبر صونو باكولي هي عبارة عن مركبات اتريتساتي بيرمننتامنت يعني هما مجهزين بشكل دائم بيستر أدي بيتي ان هما بيكونوا مجهزين بشكل دائم ان هما يكونوا اه ينفعوا ان هما يكونوا لنقل الاشخاص او ان هما لمبتهم او لسكنهم. اه اللي هي اللي احنا شايفينها اللي هي اه المركبات التي تصلح للسكن. سنسجدته بيكونوا موضعين اريفزيونة بيريوديكا. يعني موضعين تحت الفحص الدوري. اللي هي المركبة اللي هي اوتو كارفان. اه هي ليست ريموركيو ليست مقتورة لان هي موجودة هي مقفلة على بعضها هي مركبة اوتو كارفان لان في حاجة بعد كده اسمها كارفان بس اللي عبارة عن مركبة او عبارة عن مقتورة. تمام? وفي عندنا هنا مزي دوبرة اللي هي اوتو فياكولي اكسيسيونالي. اللي هي بقى الشاحنات اللي هي اكسيسيونالي اللي هي متخصصة اللي هي خارقة للعادة اللي هي حاجة مخصوصة هي. مزي دوبرة اللي هي شاحنات البناء. اه وهنا انو اترزاتورة سبيتشالة اه بير اه كاريكاري سكاريكاري او تراسبرتاري لمرشة. يعني ليهم اترزاتورة ليهم تجهيزات سبيتشالة خاصة بير كاريكاري لحمل و سكاريكاري تفريغ او تراسبرتاري او نقل هنا لمرشة البضاعة. وهنا اه بير قيدار لي لقيادتهم تيفو لاباتينة تي. هنا طبعا بي ليها نوع خاص من انواع الرخص اللي هي اسمها تي. لسا دي طبعا ايه كبيرة علينا. سي اي اون ذاكولو اه دا صولو ازا كانت مركبة الوحدة او تي اي ا اه اللي هي بقى بتكون من نوعية اه الرخصة اللي هي بتكون من نوعية تي اها. سي ا ا ا ا اون كومبلسو ذاكولاري يعني اذا كانت كومبلسو يعني مكونة من اكتر من المركبة مع بعض. اوكي? دي طبعا هتكون متخصصة جدا وا صعبة جدا فليها نوع من انواع رخصة القيادة المخصوص اسمها تي ا. وهنا عندنا�� موركي.ري موركي اللي هي المكتورات. ريموركي والساميري موركي. طب احنا قلنا ان في انصاف مقتورات وفي مكتورات. وهي عبارة عن المركبات بتتجر. ما هي مقتورة يعني بتتجر يبقى هنا فياكولي تراين نعطي يعني هي مركبات بتجر لو تراعتي بتتشد دا عالتري فياكولي من مركبات اخرى تمام نون عنه المطورة ليس لديهم مطورة ليس لديهم مطور او محرك اه اه اي ريموركي للجاري اللي هما الريموركي اللي هما الخفاف في منهم هما بنصنفهم هنا الخفاف وغير خفاف لجاري ونون لجاري لجاري انو مصة لديهم كتلة ابيانو كاريكو اه في نوع اه اه ستتشنتو شنكوانتا كيلو جرامي بيكون ليهم اه كتلة بتصل الى اه 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 سبعمية وخمسين كيلو جرام ما تزيدش عن كده تمام كده احنا بنتكلم في اه مقطورة خفيفة وزي ما احنا شايفين هنا في عندنا يعني مقطورة هنا اه او مقطورات لنقل اه الاشياء وعندنا كارفان كارفان خلي بنا ان في عندنا اوتو كارفان ده عبارة عن مركبة يعني لها مطور عربية اوكي سيارة باشي انما كارفان دي عبارة عن مقطورة بتتجر اوكي وبنسميه هنا رولوت انو لطارجة طبعا ريموركيو بيبقى ليها طارجة لوحدها بيبقى ليها نمر لوحدها وليها فحص لوحده وهنا ريموركي بير اتريتساتورة سبورتيفة هنا اللي نقل البضائع او اللوازم اللي هي الرياضية وهنا ادزامبيو بير على سبيل المثال التي تنقل المراكب وهنا عندنا في عندنا حاجة اسمها دي ده بيكونش ريموركيو ده برا عن حاجة صغيرة كده مربعة لها عجلتين صغيرين بننقل معاهم حاجة عايزين نشيلها معنا زيادة واحنا ماشيين في سيارتنا الخاصة ده ما بيتخطاش يعني لصاجوما دالباكولو او ما بيتخطاش يعني اللي هو الهيكل المسموح بي للمركبة فبالتالي هو ما بيو اعتبرش ريموركيو لانه صغنان خالص اوكي يبقى هنا كارللي ابنديتش فانو بارت دي الاوتوفيتورة هم جزء بيعتبروا جزء من الاوتوفيتورة من السيارة نفسها ماشيين هنا كارللي ابنديتش بارت انتيجرانتي هو جزء متجزء من يعني دالباكولو من المركبة نوني اون ريموركيو ليس مقتورة تمام نفتكر ده عشان بيجي كتير وهنا اي كارفان كارفان اللي هي بتسمى رولوت اللي هي عبارة عن مقتورة سونوريموركي هي عبارة عن مقتورات اتريتساتي مجهزة برأسر لتكون ادبيتي اد اللوجو يعني انها تكون اللوجو تكون مسكن بس هنا ما بتنقلش نخلي بنا دي مقتورة من فاشيات فيها حد اسناء سرها لما توقف ممكن تكون اللوجو بس غير اوتو كارفان ممكن تنقل كمان الاشخاص هنا اي كارفان او رولوت هنا سونو اوتيليتزابيلي كوميال لوجو يعني بيستخدموا كاللوجو او كمسكن سولو كون بيكولو فيرمو فقط مع لما بيكون البيكولو فيرمو او المركبة متوقفة يعني هنا العربة دي بيكون متوقفة اي كارفان رولوت سونو مونيتي دي تارجا يعني هم مزودين طبعا بي تارجا او نمر ارقام اي ريماركي اللي هي المقتورات او سامي ريماركي او انصاف المقتورات سونو فياكولي هي عبارة عن مركبات بريفي يعني بتفتقد دي مطورة ليس لديها مطور بتفتقد المطور ديستيناتي يعني موجهة او مخصصة ادى السراء لتكون ترايناتي لتكون مجرورة يعني هي بتتجر دي ما تمشيش لوحدا مفاش مطور يري موركي الجيري اللي هي المقتورات الخفيفة سونو كواللي دي ماستا ماسي ما التي تكون لديهم كتلة قصوة او بيانو كاريكو في الوزن الكل فينو ستشنتو تشنكوانتا جرام كيلو جرامي اللي هي بتكون بتصل الى على الاكثر 750 kg وهنا عده meinen أجريكولي وأبراتريكي وهنا عده أحنا عده وأبراتريكي ولا أعمال سيروت الاميل هنا دا ايكولي che servono per lavorare nei campi هيا المركبات التي يعني بتستخدم نهاية تعمل في الحقول nei campi o sulle strade أو على الطرق possono essere anche trainnate يعني ممكن كنو trainnate ممكن كنو مغرورين و هنا possono trasportare al massimo tre persone compreso il يمكن ان يكون عليهم أو ينقلوا ثلاث اشخاص بما فيهم الصائق يعني الحد الاقصى لهم ثلاث اشخاص برقو دار الماكين اغريكول لقيادة العربات الزراعية تي vol la patente a1 a2 a oa ممكن يكون معايا رخصة قيادة منوعة a1 او ا2 او a سي سوبرانو الليمتي دي ساقو داي موتو باكول اه تي vol la patente b دا اه يعني ازا هم تخطوا الابعاد اللي هي مخصصة لموتو باكول في الحال هذي بقاها هتحتاج ل patente b وهنا برقو دار لماكينة اوبيراتريتشي لها هنا بقا لآ قيادة اللي هي ماكينة اوبيراتريتشي اللي هي عربات الاعمال تي بقا هنا بقا بنستخدم رخصة قيادة من نوع b ماكينة ازا كانت استثنائية اوكي اه تي vol la patente تي ونو هنا بقا في الحال دي محتاجين تي ونو او تي او تي وهنا عندنا الصونة اللي هي بقا عربات الاعمال هنا عندنا او العربات الزراعية الاتنين يعني الاعمال والزراعية ممكن يكونوا اروات اروات يعني لديهم اطارات عجل اوكي اروات وهنا زي ما احنا شايفين السرعة بتكون اقصى اه 40 كم في الساعة وعندنا اتشينجولي يعني ماشينا على جنازير على سلاسل اوكي اتشينجولي وهنا زي ما احنا شايفين اقصى السرعة بتكون 15 كم في الساعة وعندنا هنا في ماكينة سجومبراني部 معينيز جمبرانيفل هي كاسحات التلج لما بيكون في تلج بتكسح التلج دي شايفين انها عندها اربعين اقصى سرعية يعني هنا عربات الزراعية او عربات الاعمال دول بيكونوا عربات ممكن يكون لهم اطرات وممكن يكون ليهم سلاسل او جنازير بيسيروا عليهم في حال ان يكون لهم اطرات بتبع اقصى سرعة عليهم اربعين في حالة إنه بيكون لهم سلاسل فبتكون أقصى سرعة ليهم 15 دول ممكن يكون فيهم أقصى عدد موجود جواهم هم 3 أشخاص بالنسبة للعربية الزراعية ممكن إنها يتم قيادتها برخصة قيادة في حالة إنها نفس هيكل ايموتوفيكولي أو طائفة ايموتوفيكولي لو زادت عن كده فبتحتاج لبتنت من نوعية به بالنسبة للعربية الأعمال مثلا كسحات التلج فهنا في الحالة دي هي محترفة شوية فهتحتاج لحاجة اسمها رخصة قيادة بي وإذا كانت استثنائية يعني حاجة لها أعمال خاصة كده أصعب فهتحتاج لرخصة قيادة من نوعية تي اولو تمام وهنا عندنا العربات الزراعية تستطيع السيرس وسترعادة على الطريق يعني ممكن أنها تسيرها على الطريق لوحدها مفيش مشكلة خلص بس سي اماتريكولات إذا كانت مسجلين لهم ترجع لهم نمر لممكنة أجريكولي المركبات الزراعية بسنو يستطيعون أسر يعني يكونوا أرواطة يعني ليهم عجل أو أجينجولي يعني ليهم سلاسل أو ليهم جنازير يعني أوكي حزام كده بيسير يعني وهنا لماكينة أجريكولي المركبات الزراعية والعربات الزراعية روطة زيتا الاطارات او اتشنجلي او زيتا الحزام او السلسلة او الجنزير او يمكن ان يسيروا سو استرادة على الطريق per التراسport di prodotti اغريكولي لنقل المنتجات الزراعية per conto delle aziende اغريكولة او فورستالي وده لحساب الشركة الزراعة او الغابات وهنا الماكينة اغريكولة اللي هي المركبات الزراعية ممكن ان تكون سيموفانتي يعني زيتية الحركة يعني تقاد مباشرة بشكل مباشر بتقاد وهنا او ترايناتي او بتتجر وهنا الماكينة اغريكولة المركبات الزراعية وهنا اللي هي الاعمال يمكن انهم يكونوا مزوادين دي سبيتشالي اه اتريتساتورة يكون ليهم اه تجهزات خاصة بار لزيكوزيونة دي اوبرازيونة اغريكولة لها هنا تنفيذ المهمات او المهام اه الزراعية لماكينة اوبراتريتشي اللي هي اه اللي هي اه العربات اللي هي العربات الاعمال ممكن ان تقاط بشكل ذاتي بشكل مباشر او تجر وهنا الماكينة اه اللي هي اه العربات اه الاعمال يمكن ان يكونوا فيلوفاكولي سجمبراناذا اه ان تكون كسحات للثالج تمام اوكي في بعد كده معانا اه اخر حاجة اللي هي فيلوفاكولي فيلوفاكولي هي بتكون عربات ذاتة اسلاك اوتوبيس بالسلك كده مسلا ماشي اوكي وهنا فيلوفاكولي اللي هي فيلوبوس فيلوبوس بتسمى ايضا فيلوبوس وهنا فياكولي يكون مطار الاتريكو بيكون لها مطار كهربائي اه كيف كيف بتسير باسلاك كهربائية يعني هي لا تسير على السكك او على القطبان هي بتسير بالسلك ده هو اللي بديها الطاقة لان هي مطار كهربائي ماشي اوكي يعني اللي هي بتكون هنا فيلوبوس اوكي وليست الترام طبعا الترام ده 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 وده الفيلوبوس اوكي وهنا في عندنا طبعا الفحص الدوري للمركبات زي ما احنا شايفين احنا اكتر من مرة قلنا ان الفحص بيتم اول مرة بعد اول تسجيل للمركبة بيكون بعد اربع سنين وبعد كده كل ايه كل السنتين نشوف مع بعض بالتفصيل هنا ريفيزيوني ريفيزيوني داي باكولي ريفيزيوني داي باكولي اللي هي فحص المركبات هنا توتي باكولي جميع المركبات المطوري ذات المطور داي بونو فاري لا ريفيزيوني يجب ان يقوم بعملية الفحص اوتو فتوري لسيارات الشخصية موتو تشيكلي الموتوسيكلي تشيكلي مطوري الدرجات البخارية المنخفضة الساعة الحرية دوبو كواترو عني لابريما فولت باي اوني دوي عني يعني اربع سنين بعد اول مرة لما تكون جديدة لما تتسجل بعد اربع سنين وبعد كده كل سندين اوتو كاري اللي هي الشاحنات اوكي كي سوبرانو لتري فيرغول تشينكو تونلات التي تزيد عن تلاتة ونص تن ريمور كي والمقتور دوبو ونانو يعني كل سنة بعد سنة بير لابريما فولت باي اوني عنو وبعد ذلك كل سنة طبعا هما اخطر فالسيانة عليهم لازم تكون كل سنة وهنا اوتوبوس اوتو زنداتي الاوتوبسات الكبيرة الملتحمة دوبو ونانو لابريما فولت بعد السنة طبعا الحاجات دي طبعا يعني متخصصة اكتر فيها ناس كتيرة وهنا فبالتالي وهنا اللي هو اجبار طبعا للفحص المركبات تيكرو مطوري الدرجات البخرية من خفضة الساعة الحرية موتو تشيكلي اللي هي الموتسيكلي وتري تشيكلي وتلسيات الاطارات وكوادري تشيكلي ربعيات الاطارات واوتو في التور والسائرات الشخصية واوتو كارافان اللي هي المركبات التي تصلح للسكن كل دول لازم ان هما يحصل لهم ريفيزيوني يحصل لهم فحص اكيد هنا بريما ريفيزيوني اول فحص بعد 4 عام وريفيزيوني سوتيسيبة والفحصات التالية كل عامين هنا يتري تشيكلي الموتوري اللي هي السلسيات الاطار ذات الموتور اللي هي بتتبع طائفة موتو فيكري طبعا سونا سجيتي ريفيزيوني دوب وكوادري يعني هما بيضعوا تحت الفحص بعد 4 عوام دال بريما اماتريكولاتسيوني بعد اول تسجيل لهم او الحصول على طرقة او الحصول على نمر لهم successivamente وبعد دالي كوني دو عامين كل عامين اماتريكولاتسيوني اماتريكولاتسيوني وبعد ذلك وبعد ذلك كل عامين اه تمام كده احنا بنكون خلصنا يعني اول جزء من الباب الاول يعني ارجو ان انتو تذكروه كويس بحيس ان احنا بعد كده ندخل على الجزء التاني ونتكلم عن الطريق اه شكرا ليكم واقبلكم ان شاء الله في المرة الجاية شكرا ليكم شكرا